يا اهلا بكل متابعين قناة ملخص فيلم من كل مكان وبيبدأ فيلمنا النهاردة في أسر السيد ايفان وبنشوف مراته كاترين وهي مهتمة بالورد اللي في حضقة الأسر وبتروح لها بنتها الوحيدة واسمها جوي وجوها الأسر بنشوف مديرة الخدم واسمها ريبكا وعايشة معاهم وبتشتغل في الأسر من مدة طويلة جدا وبتكون معاها بناتها الاتنين فيولت وإيفا وفيولت بتروح وبتطلب من جوي إنها تشرب معها كوباية الشاي وتلعب معها بالعراز بتاعتها وجوي عشان طيبة جدا وبتحبهم فبتوافق تشاركها في شرب الشاي واللعب بالعراز بتاعتها وفي الوقت ده عمل تنظيف حمام السباحة بيوصل وريبكا بتستقبله استقبل مغري جدا وبنعرف كمان إنهم على علاقة عاطفية ببعض وإيفا بنتها وبتشوف السيد ايفان رجع للأسر بدري عم معاده وبيدخل ايفان للأسر وبينادى على مراته كاترين ولكنها بتكون لسه موجودة في حضقة الأسر وبيسمع ايفان صوت جاي من غرفة ربيكا ولما بيروح لغرفتها بيتصدم من اللي شايفه لأن ربيكا وعمل التنظيف في السرير مع بعض وهنا عمل التنظيف بيضربوا بلاكما قوية جدا في وشه وبيلبس هدومه بسرعة وبيمشي من الأسر وبيفضل ايفان يزعق ويتخانق مع ربيكا على اللي بتعمله في الأسر وكاترين بتسمع صوت العالي جدا وبسرعة بتروح كاترين وبتدخل الأسر وبتسمع كل حاجة وبتعرف ان ايفان جوزها اصلا على علاقة بريبيكا وهو بتخانق معها عشان خيانتها لي مع عمل التنظيف وكاترين بتشتمها وبتهن ربيكا وريبيكا ما سكت تلهاش وبترد عليها الشتيمة وبيفضل هما الاتنين يشتموا ويهنوا ببعض وريبيكا بتقول لها انت لو عجباه او مخليه سعيد معاك ما كانش ترامى في حضني ولو مكافية ما كانش عمل معاي علاقة وكاترين بتبقى خلاص جابت اخرها من ربيكا وطردتها هي وبناتها من الاصر وبالفعل ربيكا بتدخل وبتلم كل حاجتها وبتاخد بناتها وبيركبوا تاكسي وهتمشوا من الاصر وقبل ما يتحركوا جوي بتقدم لفايولت اغلى واجمل عروسة من العراز بتاعتها واللي بتكون مسميها مادلين وفايولت بتوعدها انهم هيتجمعوا من تاني وبيمشوا من الاصر وبتمر 11 سنة وبتظهر لنا فيولت مرة تانية وبتكون كبرت وبقيت شابة جميلة جدا وبنشوفها وهي رايح الاصر وبتخبط على باب الاصر وبتفتح لها مديرت الاصر بي وفايولت بتطلب منها انها عايزة تقابل الانيسة جوي وفعلا بيتقابله وبيحضون بعض جامل جدا وجوي بتقول لها انها وحشتها كتير جدا وبالليل فيولت بتتعشى مع جوي وإيفان باباها وبيفضلوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض وفايولت بتقول لهم انها حاليا بتخطط عشان تشتغل في وظيفة لانها دلوقتي هي في الجامعة وهنا جوي بتعرض على فيولت انها تفضل معاهم في الاصر ولكن ايفان مش بيعجبوا كلام بنته جوي وبياخدها على انفراد وبيعترض على كلامها وعلى دعوتها لفايولت وانها تفضل معاهم هنا في الاصر ولكن جوي بتصمم على كلامها وبتحاول تقنع باباها وفي الاخر بيوافق ايفان وفايولت بتعيش في غرفة نوم كاترين وانها الغرفة الوحيدة اللي فاضي حاليا في الاصر وبالليل بتقضي جوي وفايولت وقت لطيف جدا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض وبيفتكروا ذكرياتهم ايام الطفولة وجوي بتقول لها ان هي حاليا مرتبطة بصديقها وحبيبها مايكل وبيخططوا للجواز في فصل الخريف اللي جاي وبتقول لها انها هيكون هنا لسبوع اللي جاي عشان يخطبني ولما ييجي هتعرفها عليه وبنعرف من جوي ان والدتها كاترين ماتت من فترة وفي اليوم التاني ايفان بيروح على الشغل بتاعه وجوي بتفضل تدور على فيولت قبل ما تمشي وتروح للنادي عشان هي بتتضرب تنس وفيولت بيكون سامعة جوي وبتستخبى منها ومش بترد عليها فجوي بتفكرها خرجت وبعدها جوي بتمشي من البيت وفيولت بتروح لغرفة جوي وبتفضل تدور فيها لحد ما بتلاقي الرسائل اللي ما بين جوي وحبيبها مايكل وبتقرها كلها وبتعرف ان مايكل كان مود من المخدرات وبعد سبوع بيوصل مايكل وبيتقابل مع السيد ايفان وبيخطب جوي وهو بيوافق وبيتفق على حفلة الخطوبة وهيعزموا فيها كل اصدقائهم وبنسبة الخطوبة وبعدها بنشوف فيولت وهي معها في الحفلة وهي متضايقة وبتفضل تشرب كتير جدا واصحاب جوي ومايكل من طبقة الاغنية بيفضل يتنمروا على فيولت والتريقة عليها وجوي بتتدايق منهم وفيولت بتستأزم منهم وبتمشي وجوي بتتدايق وبتتخانق معهم على اللي عملوا مع فيولت وبتقولهم ان فيولت اقرب وافضل صديقة لها وهم طبعا بيستمروا في سخريتهم وبتحكوا كمان على كلامها وبعدها بنشوف فيولت غيرت هدومها وبتقفل شنطتها وبتكون رايحة للوظيفة بتاعتها اللي اتقابلت فيها وبتمشي وبتروح على شغلها وبعد ما الحفلة بتنتهي جوي ومايكل بيروح على غرفة نوم جوي وفي الوقت ده فيولت بتكون راجعة من الشغل وبتشوف جوي ومايكل في غرفة النوم مع بعض وبتروح وبتقف عند الباب وبتتصنط عليهم ولما جوي بتطلب من مايكل انه يمشي مايكل بيقول لها ان انتي شبه والدتك بالزبط ووالدك السيد ايفان كان عنده حق لما خالها مع الخدامة بتاعتكم زي ما قلتلي قبل كده وهنا جوي بتتدايق جدا من كلام مايكل وهو بتأسف لها وجسمها الجمدين وهنا مايكل بيحاول لها من نفسه والتقيل وانها مش فرق معاه ولكنه مش بيقدر يتحكم في نفسه وبيدخل مع فيولت في علاقة وتاني يوم الصبح جوي بيتروح لفايلت في غرفتها وبتعتذر لها على التصرفات والكلام الزخيف اللي حصل من صحابها في حفلة مبارح وبتتكلم جوي مع فيولت على اللي حصل مبارح بينها وبين مايكل في قضة نومها وبتقول لها كمان انها معرفتش تتساعده ليلة مبارح وانها كانت خايفة تعمل معها علاقة وهو يزيع الوسابها وماشي وانها خايفة ما تقدرش تساعده لما يتجوزه وبعدها فيولت بتروح لحمام السباحة وبتعوم هناك وكانت بتتعمد انها تعمل حرقات مسيرة لانها عارفة ان السيد ايفان بيبص عليها وبيرقبها من الشباك وبالليل بتتقابل فيولت مع مايكل وبيفضل يتكلمه ويدردشه مع بعض وفيولت بتكذب عليه وبتقوله ان جوي اعترفت لها انها استعجلت في موضوع ارتباطها بي وبعدها بتروح فيولت للسيد ايفان في قطه وبتقدم له الاكل وبتفضل تغازله وبتغريب الكلام اللطيف جدا وبتنزل حمام السباحة وهي عارفة ان مايكل موجود في الجنينة ومايكل بيروح لفيولت وبيتكلم معاها وبيقول لها انها عايزها تصلح العلاقة بينه وبين جوي وفيولت بتوعاده انها هتعمل كده وبتقدم له المخدرات اللي كان مدمنها قبل كده وهو بيقول لها انه خلاص بطل ولكنها بتحطها قدامه ويبتمشي وهنا الشيطان بيلعب في دماغ مايكل وبيضعف مرة تانية وبيرجع للمخدرات والإدمان مرة تانية وتاني يوم الصبح بتكون فيولت عند جوي في قضيتها ويفان ويدخل عليه وهو بيزعق وبيكون ماسك الجاكت بتاع مايكل اللي لقى تحت في الجنينة وجواه لازم تقطع على كطب مايكل نهائيا وانها تعتبر خطوبتها منه اتلاغت وهنا جوي بتبقى مظلومة جدا ان مايكل خلف وعده معها ورجع للمخدرات مرة تانية وبتبقى مش عارفة المفروض تعمل ايه وتتصرف ازاي مع مايكل وبعدها بيوصل مايكل بعربيته قدام القصر وبينادع على جوي ولكنها مش بترضى ترد عليه وفيولت بتقول لها انها هتروح له وتفتح له الباب وتشوفه عايز ايه وبتنزل فيولت لتحت وبتفتح الباب لمايكل وبتفضل تغريه وبتفكره بوقتهم اللي قدوا مع بعض ومايكل بيتدايق منها وبيستمر في الانقار وبيقول لها ان ما فيش اي حاجة حصلت ما بينهم وبيلومها انها قالت لجوي على المخدرات وفيولت بترميله الجاكت بتاعه وبتقفل الباب في وشه وجوي بتبص عليه من الشباك وهي حزينة جدا وفيولت بتطلع لقودة جوي وبتقول لها من الافضل لها انها تسمع كلام والدها السيد ايفان وانها لازم تبعد عن مايكل وتقطع علاقتها بي بسبب ادمانه المخدرات وبنشوف ازاي ايفان وهو بيلبس بادلته وبيستعد عشان رايح لموعد غرامي مع واحدة تعرف عليها ونوي يرتبط بيها ويتجوزها واسمها جوين وبتشتغل محامية وفيولت بتكون سامعة كل حاجة وفي الوقت ده جوي بتكون بتستعد وراحل النادي لانها مشتركة في بطولة للتنس واول ما بيخرج ايفان وجوي التليفون بيرن وهنا فيولت بترد على المكالمة وبتتظهر قدام مديرة المنزل ان التليفون لها هي على الرغم من انها بتكون من جوين حبيبة ايفان وجوين بتكون مفكرة ان جوي بنت ايفان هي اللي بترد عليها وبتطلب منها انها تقول لولدها ايفان ان هي هتستناء قدام المحكمة مش في المكتب بتاعها لكن فيولت مش بتقول لأيفان المكالمة وبعد ساعة ونص بيرجع ايفان للبيت ومع الورد اللي كانوا يقدموا لجوين وبيكون زعلان جدا لانها ما انتظرتوش في المكتب زي ما اتفقوا وبيفضل يشرب وبيزكر وهو مخنوق وحزين جدا وهنا فيولت بتظهر له وهي لبسة في استان احمر وفي قمة الجمال والجاذبية وفيولت بتشرب وبترقص مع ايفان وبتفضل تقرب منه وبتغري وقبل ما يدخلوا في علاقة مع بعض السيدة بي بتفتح باب الاصر وبتدخل ومعها بيتزا وبتسمع عن موسيقى شغالة ولكنهم بيكونوا اخدوا بالهم وكل واحد فيهم قعد على الكرس بتاعه بعيدة عن التاني وإيفان وفيولت عاملين نفسهم بيقرفوا الجرنان لكن السيدة بي كانت زكية جدا فبتقول لسيد إيفان ازاي قادر تقرأ من غير النظرة بتاعتك وبعدها بيروح إيفان على قطه وفيولت هنا مش بتستسلم وبرضه بتروح وراه وبتقرب منه اما هو فبيضعف طبعا قدام عوض البطل وبيعمله بالفعل علاقة مع بعض وتاني يوم لما بتكون جوي خارجة ورايحة للنادي مايكل بيوقفها وبيطلب منها إنها تدي له فرصة تانية وإنهم يتكلموا مع بعض وجوي بتوافق وبتقول له إنه يقابلها في الكوفي شوب القريب من الجامعة الساعة 12 ومايكل رايح عشان يقابل جوي فبتقابله فيولت وبيطلب منها إنها تبعد عن طريقه وبيقول لها إنه عارف عنها كل حاجة وإنها مش بتدرس في الجامعة زي ما قالت لهم وبيقول لها إنه عارف إن أختها إيفا واعت من الشباك وماتت وإن والدة كوريبيكا ماتت في حدثة صعبة جدا وبيقول لها على طبيعة شغلها الشمال اللي هي بتشتغلها وبيهددها وبيقول لها إنها لازم تختفي من حياتهم فورا وإلا هيحكي كل حاجة للسيد إيفان وجوي ولكن فيولت بتقول له إنها مش فرق معها أي حاجة ولا فرق مع تهديده وبالعربي مش هيعرف يعمل معها أي حاجة وبتقول له إن جوي تعرفت على شخص تاني وإسمه سكوت وهيخرجه مع بعض النهاردة وهنا مايكل بيصدم جدا من كلامها وبياخد عربيته وبيروح بها فورا على الأصر ولكن مفيش حد بيفتح له الباب فبيتسلل وبيدخل جوه الأصر وفجأة من غير ما هو ياخد باله بتظهر فيولت من وراه وبتضربه ضربة قوية جدا على راسه ومايكل بعدها بيفقد الوعي وبيغم عليه ولما مايكل بيفوق بيلاقي نفسه مقيد ومربوط وفيش ريت على بقه علشان ما يصدرش منه أي صوت وما حدش يحس بأي حاجة وبيلت بتفضل تستهزق به وبتصخر منه ولأنه بسهولة جدا قدرت تخدعه وتلعب به وبيلت بتحقنه بجرعة زيادة جدا من المخدر وبعدها بترجع جوي للأصر وهي حزينة جدا عشان للأسف خسرت مباراة التنس وإنها انتظرت مايكل كتير زي ما اتفقوا لكنه ما جاش في معاهده وبيلت بتروح لها وقالت لها إن الغلطانة عشان سمحت الواحد مود من مخدرات زي مايكل يدخل لحياتك ويدمرها ويشتت انتباهك وتركيزك من البداية وهنا جوي بتشوف إن فيولت لابسة حلق والدتها وبتتدايق منها جدا وجوي بتاخده منها وبتحس جوي إن حياتها تدمرت من وقت زهور فيولت في حياتها وإن حياتهم كل شوية بتتدهور وبتسوق وهنا بتطلب جوي من فيولت إنها لازم تمشي من الأصر وإنها تخرج من حياتها وفيولت بتقول لها هسيبك على راحتك يا حلوة وبالفعل بتسيبها وبتمشي وبعدها جوي بتشوف الشجاكت بتاع مايكل وبتعرف إنه كان هنا وإن فيولت ما قلت لهاش على وجوده وبتروح بسرعة تركب عربيتها عشان تشوفه وبيوصل إذان وبيواجه فيولت إن صديقته جوين اتصرت هنا على تلفون البيت وهي ردت عليها على أساس إن هي بنته جوي وبيقول لها إنها تسببت في خسارته للقاء اللي كان بينهم وبيقول لها إنت زيك زي مامتك ريبيكا بالزبط هي برضو بوازت حياتي وعلاقتي مع أمراتي كاترين ودلوقتي إنت جاية عايزة بواز حياتي وعلاقتي مع صديقته وحبيبتي جوين وفيولت بتقرب منه وبتقول له بس أنا بحبك حب حقيقي وما أقدرش أبعد عنك أبدا مهما حصل وللأسف هو بيرايل قدامها وبيصدقها وبالليل بترجع جوي للبيت ووالد مايكل بيتصل بيها وبيقول لها إن مايكل مات بجرعة زيدة من المخدرات وإنه شاكك إنه تقتل وإن في حد قتله بجرعة من المخدرات وبتقوم جوي وهي مفزوعة وبتنادي على باباها وبتسمع صوت جاي من قطه فبتفتح الباب وبتلاقي باباها وفيولت بيلعبه عروسة وعليس مع بعض وبتتصدم جوي وبتمشي بسرعة وبتخرج برا البيت وإيفان بيتدائق من نفسه وبيندم عن عمله وعلى الوضع اللي بنته جوي شافته فيه فبيغضب جدا وبيطرد فيولت من القصر لكن فيولت بتفتكر مامتها واللي حصلها زمان وبتبص الإيفان بنظرات حدة وبترفض إن مصيرها يكون نفس مصير مامتها ريبيكا من 11 سنة لكن إيفان بيصمم على طردها وبيطخل قطه وبيحس بتعف صدره وبيبقى مش قادر ياخد نفسه فبيرفع سمعة التليفون عشان يتصل بالإسعاف ولكن فجأة فيولت بتقطع كهرباء عن البيت كله وبيروح إيفان لعربيته عشان يستخدم التليفون اللي فيه ولكن مش بيستغل وإيفان بيفقد وعيه وبيغم عليه في العربية وفيولت بتشغل محرك العربية عشان إيفان يتخنق بغاز سانيوكسيد الكربون اللي بيخرج من العربية عشان تقتله وتتخلص منه هو كمان زي مايكل وجوي بترجع من تاني وبتشوف إن الكهرباء قطع في القصر كله فبتروح للوحة الكهرباء عشان تشوف إيه سبب المشكلة ولما بتدخل بتكتشف إن مديرة المنزل مقتولة وجستها على الأرض وبسرعة بتجري على التليفون عشان تتصل بالشرطة لكن الكهرباء قطع والتليفون مش شغال وبتطلع للدور اللي فوق وبتدخل لغرفة فيولت وبتشوف الحقن والمخدرات اللي فيولت استخدمتهم في قطل مايكل وفجأة فيولت بتظهر من وراها وبتطلب منها تلبس فستان مجهزة هولها وجوب بيكون خايفة جدا ومرعوبة منها فبتعمل كل حاجة فيولت بتقولها عليها وبتنفذ أوامرها وفايلت بتطلب منها إنهم يلعبوا بالعرايس وإنهم يشربوا الشاي مع بعض زي آخر مرة كانوا فيها مع بعض وهما صغيرين زي الزمان قبل ما تطرد هي ومهو أختها من الأصر وفايلت بتقدم لها الشاي وبتقول لها إنه في سم وإنها هتشرب زيها هي كمان وهيموتوا مع بعض وفي حضنة بعض وجوب بتتظهر إنها هتشرب منه ولكنها بترميه في وش فيولت وبتجري بسرعة عشان تهرب منها لكن فيولت بتلحقها وبتمسك فيها وبيفضلوا يتخانقوا وضربوا بعض وبتنجح جوي في الخروج من الغرفة وبتقف على السلم وبتصرخ وبتفضل تنادب أعلى صوتها عشان أي حد يجو يساعدها لكن بتقرق فيولت من القوضة وبتقف على جوي لكن جوي بتقدر تتفدى هجمها وبتفقد فيولت توازنها وبتقع من فوق السلم لكن جوي بتمسكها من العقد لكن العقد بيتقطع وبتقع فيولت على السلالم وبتموت في الحال وبتقل عجوي الفستان وبتخرج برا الأصر وبتاخد نفس عميق جدا وكررت انها تبدأ حياة جديدة بعد ما فيولت دمرتها وبكده بيكون خلص في المنا ولو عجبك ما تنساش اللايك واهم حاجة اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات كتير واكتب لنا في كومنت انت بتتابعنا من أي بلد ونشوفكم في فيديو قادم سلام